اشهد لشان تبقى فهم احنا هنقول ايه كلامنا اللي هنقوله النهاردة موجه للطرف التاني الموسوس له اللي اشار الناس بيوسوسوله علشان يستغلوه ويجندوه لحسابهم وقبل ما نبدأ حابب يوجه رسالة لو كنت من اشار الناس اللي اتكلمنا عنهم في الحلقة اللي فاتت او كنت من الناس اللي بيدحك عليهم ويدوسوس لهم وبيظلموا وبيدخلوا في دائرة الظلم والظالمين اسأل نفسك الحكمة ان ربنا خلاك تشوف وتسمع الحلقة دي دلوقتي بدل ما يبقى كل همك تبرر لنفسك اللي بتعمله وتطلع نفسك على حق في تفكيرك وتصرفاتك راجع نفسك شو ايه وشوف نفسك من زاوية تانية واعمل بالحكمة اللي بتقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب اللي هتسمعه ده هيبقى حج عليك مش ليك لان قبل ما تعرفه كان لك عذرك لكن بعد ما تعرفه صدقني ما لكش عذر عند ربنا الناس اللي بيتوسوس لهم من اشر الناس هم اكتر ناس محتاجين يعرفوا ازاي بيتم استغلالهم من اشر الناس والكلام لهم النهاردة مش علشان ندافع عن الطرف التالت اللي هو الضحية اللي بيتأذي من اشر الناس اطلاقا انا هكلمك النهاردة علشان مصلحتك انت يالي بيتوسوس لك اما الطرف التالت ما تشغلش بالك دي خالص انا عارف كويس هقوله ايه خليك انت في نفسك وركز معاي كويس النهار علشان تتابع الحلقات اللي جاية ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس اللي بيتوسوس له بيكون نوع من اتنين النوع الاول غلبان وطيب ومش عارف ان الشخص اللي بيوسوس له ده من اشر الناس ولا عارف اصلا ان كلامه معادة وسوسة والنوع الطيب الغلبان ده من الناس اللي بيتوسوس لهم بيتحمق بزيادة وبيتحول لسوبرمان اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت سوبرمان اللي هياخد لأشر الناس حقهم ويدفع عنهم ويقف وصد الشخص اللي اشار الناس اصلا ظلمينه اما النوع التاني من اللي بيتوسوس لهم من اشر الناس هو فاهم اشر الناس كويس قوي وعارف انهم مستقصدين حد بعينه وعايزين يقزوه بطريقة من الطرق اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت والنوع التاني من الناس دي ممكن يبقى فاهمهم ومطوعهم او فاهمهم وساكت فاهمهم ومطوعهم ازاي في رغبات ومصالح مشترك فهيطوعهم او انه اصلا فرحان في الضحية وعلى مزاجه الكلام وبيحب يشمت وشمتان في الضحية عملا بمبدأ عدو عدو حبيبي اه عدو ما هو من وجهة نظرهم ان احنا في حرب وان ده عدو او انه شايف نفس اللي شايفه اشر الناس وان احتمال الطرف التالت ده اللي بيتئذي من اشر الناس لو بدأ يظهر ويعلى احتمال وممكن يداري عليه هو شخصيا او انه نفسه من عينه يتقرب لاشار الناس باي طريقة حتى لو كانت الطريقة دي انه يبقى خدام عندهم وبنظرة واحدة منه ينفذ اللي هم عايزينه من غير ما ينطأ واحيانا تانية اللي فهمهم يقول لنفسه انا مع الكسبان على اساس ان الكسبان هو اللي اقوى مثلا يعني بس يصدقني في الحالة دي مكسبك اللي انت متخيله ده مكسب ما يشرفش وانك بتكون ظلمت نفسك زي ما ظلمت الخسران بالزبط ده اللي اكبر من كده في الحقيقة انت ظلمت نفسك اكتر من اللي انت ظلمته وهتعرف ليه بعد شوائه واحيانا تانية بالرغم من انه فاهم اشر الناس الا انه ساكت ومش بيدخل نفسه في الموضوع اللي يحصل يحصل واحد بيتفرج على المطش والنوعيات اللي بتتعاون مع اشر الناس وبتساعدهم بيكونوا بمثابة الحطب اللي بيقوي نرهم ويخليها ايدا ومستمرة ومؤسرة وفي الاخر بتكون المحصلة انهم دخلوا جوا دائرة الظلم واصبحوا من الظالمين نوع مش فاهم دخل فيها من غير ما يعرف والنوع التاني عارفين وفاهمين كويس هم ما بيعملوا ايه الغريب انهم كالمعتاد بيبرروا لنفسهم عميلهم بطريقة عجيبة جدا يقول لنفسه بيه بقى والله انا بدافع عن الالي يقول يخصني عملا بمبدأ كده انصر اخاك ظالما او مظلوما اللي هم ما فاهمينه غلط اخوك لو مظلوم انصره لكن لو هو ظالم نصرك ليه بان انت تمنعه عن ظلمه لانه هو بيت ايزي زي اللي ظلمه بالزبط المهم يقول لك ايه بقى مليش دعوه بقى هو ظلم ولا ما ظلمش والله لو خلنا دفع عنه وهو ظالم هو بقى اللي هيتحاسب على كده مش انا وده في الحقيقة تبرير سخيف جدا ليه بقى لان حضرتك لما هتموت هتموت لوحدك ولما هتتحاسب هتتحاسب برضو لوحدك ويوم الحساب هيحصل ايه ربنا قال لنا في الاية رقم 33 في سورة عباسة عوز بالله من الشيطان الرجيم يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحباته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذن شأن يغنيه صدق الله العظيم فربنا لما خلقك خلقك بني آدم كامل بعقل ولسان ودماغ زيه بالزبط طب اقول لك على حاجة تاني ربنا وصف لنا حالكم وقال لنا هتعمله ايه مع بعض في الاخرى تخيل انت ومين انت واللي مشيت وراء انت واللي فضلت مطوع ومشي وراء وانت مغمت ربنا قال لنا في الاية 66 في سورة البقرة عوز بالله من الشيطان الرجيم استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منها صدق الله العظيم يعني تيجي تقول يا ريتل جرى مكان ولو رجع بيا الزمن تاني ما كنتش مشيت وراء هيكون فات الوقت هيكون الندم في وقت مش هينفع في الندم فمحدش هينفعك لو اتصرفت بسزاجة وبغباء والافضل والاحسن ليك بدل ما كنت تساعد اللي يهمك واللي يخصك ده انك كنت تنصحه وتسيب الحكم للحكم العدل المنطاقم بدل ما تتحمق له انت وتحلل الامور لنفسك وتلاقي نفسك بقيت من اهل الظلم اللي بتجوز فيهم دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب وان ممكن بسبب عميلك دي تكون هي دي الحاجة اللي قلبلك حياتك بالشكل ده وانت مش عارف فيه ايه وبيحصل فيك كده ليه وحياتك شكلها كده ليه راجع نفسك الغريب احيانا اللي بيتوسس له من اشر الناس وهو فهمه بيبقى حابب ومستمتع بالتعاون والتعامل مع اشر الناس علشان ايه بقى علشان يتعلم منه ويكتسب خبرات زي اللي بياخد كورسة او دورة تدريبية خلينا نوضح شيء مهم في البداية مواصفات اشر الناس وعميلهم اللي هنقول عليها والمداخل اللي بيدخلو لك منها وهتكتشفهم من خلالها هما مش بيعملوها بالشكل ده لا انهم اسكياء مثلا او انهم قصدين اللي هما بيعملوه اطلاقا هما مش اسكياء ولا حاجة لكن الموضوع ببساطة ان اشر الناس دول عاملين زي المريض اللي بيعاني من مرض معين وزي اي مرض بيكون في اعراض بتظهر عليهم بنقدر من خلالها نكتشف انهم مصابين بهذا المرض فعميلهم وتصرفاتهم وصفاتهم بتكون دي مسابة العلامات والاعراض نتيجة الاصابة بالمرض مش زكاء يعني ولا حاجة دول اخيب من الخياب وهتتأكد من صحة كلمة ده بنفسك وهتحكم بنفسك لما اقولك على الاعراض اه اصدية المواصفات عندنا في الطب مش لازم ولا شرط ان كل الاعراض تظهر على المريض وبترجع لشطرة الدكتور وخبراته ان يقدر يشخص المريض بالرغم ان مش كل الاعراض ظهرة لكن علشان ما اتهش كل ما الاعراض بتزيد ويبقى عددها ظهر عليه بزيادة وجديدة ووضحة ده معنى ان الحالة متأخرة وان المرض تمكن منه خلينا نبدأ كلامنا مع الصنف الاولاني اللي بيتوسوس لهم ومش فاهمين اشار الناس وعايز يعرف مواصفاتهم والمداخل اللي بيدخلوا منها علشان ما يلاقيش نفسه دخل في دائرة الظلم والظالمين اعرفك شوية معلومات بسيطة قوي عن اشار الناس اشار الناس فكرهم زي الارهابيين بالزبط اللي بيأذوا الناس ويموتوهم ومعتقدين انه حلال وفي الحقيقة دي من اخطر الامور لان كبر البني ادم واحساسه انه مش عايز ورافض تماما احتمالية انه يطلع غلطان في تصرفاته واسلوب تفكيره ومعتقداته اللي اتربع عليها بورسها دي كارثة بيخلطه للوقت يدور على مبررات يضحك بيها على نفسه علشان يحلل وجهة نظر ومعتقداته ويعرف ينبليل وضاميره مرتاح وده اللي وضحناه في حلقة فاتت حلقة المعتقدات يريد ترجع وتسمعها حلقة مهمة جدا واللينك بتاع الحلقة دي هيبقى موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو من صعب جدا ان حد يحاول يصلح لحد معتقداته ويرده عن الطريق الغلط اللي هو ماشي فيه طول ما هو مصر على معتقداته الغلط ومصيره هيكون حاجة من اتنين يا اما الهداية هتجيله من عند ربنا سبحانه وتعالى وتنزل على قلبه امتى لما يبقى فعلا عايز تغير من جواه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم يا اما هيفضل عايش في ضلال بيت عمره وبيجادل وبيقوح في الغلط المصيبة ان الكائن ده اللي هو اشر الناس اللي هو الوسواس مش بيكتفي انه عايش بامراضه الكتير دي معانا في الدنيا واحنا ارفعين منه ومستحملين وبالعافي لا ده كمان بينشر المرض وممكن يحول اي حد الظالم اخوه اخته مراته ابنه جزهة المهم ان اللي هو شايفه صحة من وجهة نظره يمشي على كل اللي حواليه ويعديهم بنفس المرض اللي هو الوسواسة لكن المصيبة والكاثرة الاكبر من كده ان الكائن ده اللي هو اشر الناس اللي هو وسواس بما انه كائن حي فبيتكاثر وينقلب ويورس كل امراضه لأولاده الجيل الجديد وبدل ما كان عندنا وسواس كبير بسم الله ما شاء الله بقى عندنا وسواس صغيرين ويربيهم بقى كده على ايده ويعلمهم وينقلهم ويشربهم كل طباعه وخبراته اللي زي الزفت في الحياة ويشربهم السم والحقد والغيل ويعلمهم الوسواسة على اصولها علشان يطلعوا وساويس متأسسين من صغرهم الغريب في الموضوع انه بيكون مقتنع جدا باللي بيعملوا ومن وجهة نظره ان ده صح ويبرر ده النفسه تحت المسمى ان اولاده يعيني مش هيعرف يعيشوا في الدنيا وسط الناس الوحشة غير لان ما يبقوا كده ويتعلموا كل امكانياته ومهراته الخارقة واللي من اهمها الوسواسة ومش معنى كده ان ان كل الناس له بيبقى سايد الا من رحم اربي بدالين ان احيانا بيتلاقي حد من ناس لهم ومش سيهم ومش عاجبوا كمان تصرفاتهم مشكلة اشر الناس انهم من وجهة نظرهم ان الدنيا غابة وان الطيب في الزمان ده ملوش مكان وملوش نصيف فيها ومش هيعرف يعيش فيها غير لما يبقى كده لكن نعذره لانه ما جربش يعيش فيها طيب وما يعرفش الطيب نصيبه ايه عند ربنا في الدنيا وفي الاخرى انا قصدي الطيب مش العبيد في فرق كبير ما بينهم هنتكلم عنه بعدين لو كلين عمر نبدأ في المفيد ايه هي مداخل وسواس الانس مداخل اشر الناس يلي بيتوسوسلك ومش فاهم هما بيوسوسولك ازاي وبيدخلولك ازاي ومن فين ركز في الكلام ده لانك زي ما عرفت هم مين اشر الناس بقولك على طريقتهم ومداخلهم ودي البعض من المداخل ركز معيه اول حاجة اشر الناس يحب يتوددلك واحيانا يقدم لك هدية او خدمة علشان يكسبك في صفه تبقى جندي من جنوده ودي نقطة مهمة جدا وبيستغلوها كتير يحاول يشوف ان اللي انت ممكن تبقى محتاجه ويحاول يوهمك ويوصلك من وقت للتاني ان حل مشكلتك والحاجة اللي انت عايزها عنده ويصدرلك ويرميلك كلام انه بارع وشاطر جدا في حل النوع ده من المشاكل وان ده موضوع يعني سهل بالنسبة له فهتلاقي نفسك من غير ما تحس لانك زي الغريء اللي بيتعلق في الشاي وعايز حل المشكلتك اللي هيحصل لك هتلاقي نفسك بقت زي الجزمة في رجله علشان يضربيك اللي هو عايزه بقت زي الكلب الصعران وقت ما يحب ازي حد بيك يسيبك عليه اتنين اشار الناس بارع جدا في لعبه دوره المصلح الاجتماعي واللي في الحقيقة بيكون كل اللي يهمه ان يقول للناس انا عملت كذا وخلصت الموضوع ده على فكرة وعلشان كمان الناس تقول لا ان كلام الناس عنه شيء جميل وهو بيحبه قوي وبقى فقم بتساعدته لما يسمع اي حد بيشكر فيه طب هو اشار الناس ده يعني شرير قوي كده بيعملش خير خالص مفيقوش اي مميزات خالص لا مين اللي قال كده ده في فئة منهم بتحب تساعد الفقرة والغلبة قوي والمساكين وبيحبوا يطلعوا صدقات كتير جميل على اساس ان الخير بيتنقق يعني فما ده امت باخد حسنات من الحتة دي عادي لما دايق حد شوية وبنقص الحسنات اللي هتيجي من وراه وانا الحمد لله عندي حسنات كتير وده ما تم تأكيده وبيانه كما روى الامام مسلم في صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنهما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه اتدرون من المفلس فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفلس من امتي يأتي يوم القيامة بايه بقى يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي عمل ايه كمان قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيجع يحصله فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته خلصت الحسنات قبل ان يقضي ما عليه اللي يحصل اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحة في النار الحديث هو موضح نفسه مش محتاج ان انا اوضح فيه اكتر من كبه لو عدتغرف نفسك وتفتكر ان انت ايه عندي حسنات كتير احنا يوم ما هندخل الجنة هندخل الجنة برحمة ربنا مش بقى عملنا ثلاثة اشار الناس بيصدرلك دايما نفسه انه خزنة الاسرار وكاتم اسرار الجميع ويثبتلك ده بانه فعلا يقولك على سر يخص شخص انت عارفه وده علشان انت هيكون رد فعلك من غير ما تفكر انت كمان تقوله على سر بدع ناس تانية تكون انت عارفه شمعنى يعني هو بيقولك وانت بتقولوش لا ما احنا نقوله بعض بقى وكمان بتبتك تقوله على اسرار عنك انت شخصيا وكده هو لعبك يا كبير وضحك عليك وانت مش عارف لكن اقولك على مفاجئة لا بصراحة مش مفاجئة واحدة دول مفاجئتين اهولهم خلي بالك انه زي ما قال سر غيره ليك هيقول سرك لغيرك اما المفاجئة التانية هي انه فعلا ما بيتبلش في بق قفولة استنى ده انا افتكرتلك كمان مفاجئة تالتة هيستغلك ويزنلك باسرارك اللي عارفها عنك ويستغلها كويس جدا علشان ايه تفضل جندي من جنود الشر بتقعه ويا ويلك يا ويلك لو خرجت عن طوع سرتك هتبقى على كل لسان وكل اللي حواليك هيبقى عارفين سرك اللي تشال منه كلمتين اللي تحطى عليه كلمتين والناس هتصدقوا ليه؟ لانه كان قريب من اللي بيتكلم عنه كان قريب منك وبيجيب في سرتك والناس هتقول اه فعلا ما هو اللي يعرفوا احنا اللي نعرف يعني وساعتها هيجي في زينك جملة الفنان ميكي في مسلسر الكبير يا واجع امراب ربا ده باينه مرار طافح اربع شايف نفسه ملايك ما بيغلطش ما بيغلطش ده ملايك كده ربنا هدانة بيه على الارض كده وده من اكبر مشاكله لانه بالشكل ده بيبقى من الشخصيات اللي هي بتحسبش نفسها على افعال حسب نفسي مين ولوم نفسي على ايه؟ ده انا مية مية ولا برجع نفسي حتى فبالتالي من وجهة نظره ان عميله في الناس حلال فيهم ويستهلوها ده الناس ولاد تيت يا عم هم منفعش معاهم اللي كده وبيناموا هم مبسوط او من الانتصار اللي حققوا وحرق دم الناس بالنسباله هي الطاقة اللي بتسعده واللي بيتغز عليها ينهر ابيض تحضرون القصة رسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة في المسجد فقال للصحابة يدخلوا عليكم الام رجل من اهل الجنة انا بقولوا فيما ما انامش بنفس النصية فقال لهم في واحد يدخل عليكم من اهل الجنة فطبعا وان الصحابة كلهم بيبصوا مين اللي هيدخل من اهل الجنة علي المسجدنا لأ واحد ودقنه كده لسه متوقي ودقنه المية بتمقط منها ومسك الشبشب بتاعه في ايده الشمال كده وافصل ركعتين واخد بعضه وماشي ماشي اهو موقف وعدة وتاني يوم قاعدين برضه اللي هم يدخلوا عليكم رجل من اهل الجنة بيبصوا لقوا نفس الراجل تالت يوم نفس الموضوع تكرر فسيدنا عبدالله ابن عمر بن العاص قاعد لان ازاي يعني فعمل حيلة كده فراح تفضل ماشي ورا الراجل لحد ما وصل لبيته قال له انا بصراحة زعلان مع ابويا هو عمر بن العاص انا زعلان معاه وحلفت كده ان انا هجوره كده كم يوم فعايزك تستضيفني عندك الكام يوم دول قال له يا سلام من عناي تعال تفضل سيدنا عبدالله ابن عمر بن العاص قال له انا عايز افهم الراجل ده بيعمل ايه ايه يعني كده مو فضل مرأ ابو عايش معاه في البيت ثلاث ايام يبص يشوف الراجل بيعمل ايه يعني الازان يهزن يوم يتوضى ويصلي وبتاعمه خلاص فيش قيام ليه لما فيش حاجة يتقلب باللي مثلا هو نايم كده يسكر ربنا لا الى الا الله سبحان الله وبعد كده فالموضوع ما دخلش دماغه طب ازاي الراجل ده يعني من اهل الجنب فاخر ما خلصه التلات ايام قعد مع الراجل قال له بص بقى بصراحة انا ولا ازعلان مع ابويا ولا حاجة انا عملت كده على شبه رسول صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 لمدة ثلاثة ايام فانا قلت عايزة اجعرف انت اشوفك بتعمل ايه فانا مش شايفك بتعمل حاجة غريبة فيه ناس بتعمل اكتر من اللي انت بتعمله ده قال له انا ما اعملش زيادة عن اللي انت ايه شوفته ده فخلاص هيمشي كده فراح ايه الراجل قال له استنى بس فيه حاجة مهم قال له انا نايم بالليل ما بقاش فيه في قلبي حقد ولا غل ولا حسد لاي حد في الدنيا سيدنا عبدالله ابن عمر ابن العاص قال له ايه قال له هي دي هي دي اللي تدخل الجنة علشانها اعتبره بقى وفوقه خمسة اشر الناس فضولي جدا فوق ما تتخيل يحب دايما ينكفش علشان يعرف اخبارك طب هو هيستفيد ايه يعني لما يعرف اخبارك لا ده هيستفيد ويستفيد ويستفيد لانه لما يعرف اخبارك هيعرف علاقتك ومشاكلك ايه مع اللي حواليك ومعرفته دي بتكون كارت بيلعب بيه وطريقة من طرق الوسوسة اللي بيستعملها فيقدر يوحيلك بقى اوهام ويقلبك على الشخص اللي هو كارهه وشوف بقى كأن العدوة بينك انت وبين الشخص ده اللي هو عايزي يقزيه ويوهمك بنفسه انه هو مالوش علاقة في الموضوع انا مش فارق معايا والله بس يسخنكوا على بعض انتو الاتمين كده وده بيبقى بسطوب بسيط يعني عشان انت برضو ما تخوهتش بالك ما هو مش عبيد برضو يعني هديلك مثال التوضيق مثلا لو شاءت الظروف وانتو التلاتة موجودين اللي بيوسوس اللي هو اشر الناس وانت اللي هيتوسوس لك واللي عليه العين والنية اللي اشر الناس عايزي ازي لو انتو التلاتة موجودين في مكان واحد اشر الناس بقى ايه بتلاقي مثلا الطرف التلاتة اللي بيتوسوس عليه ده هو حاسس انه مضغوط نفسيا من اشر الناس فبتلاقي قاعد مثلا ارفان قلب وشه باين عليه من خلال حركاته او كلامه ان في حد من الموجودين مدايقه مين بقى الصياد هنا اشر الناس يسكت ويسيبه في حاله لا يروح بسرعة اشر الناس جاي لك انت بقى اللي بيتوسوس لك عن طريق الهامازات واللمازات او حتى عن طريق الكلام المباشر يقولك ايه ده هو تو لسه الوضع ما بينك ومش متزبط هو برضو لسه مبيسألش ومش مهتم يسلح العلاقات كده ما بينك تب يا سيدي منخلص الموضوع ده ما بينك اصل انا بصراحة كده حسيت انه بيلمح وباين عليه كده يعني ان في قلق ما بينك وسواس فعلا او ان ممكن فعلا ما يكونش فيه مشكلة بينك وبينه خالص فاشهر الناس برضو ييجي ويقولك هو ما له كده يعني قالب ويشه وبيعملك كده لايه هو في بينكو حاجة ولا ايه يا ابن اللزين هو الا كده عاجب ولا كده عاجب وسواس طبعا لما بيقولك كده انت بتاخد الكلام يعني على نفسك قوي بعدما توسوسك من اش distancing وتوجدت عداها بينك وبين الضحية اللي كان اصلا قاعد ونفسه فش كده في اشهر الناس ويقولهم والله الالاء الصين وراده اشر الناس جيت انت اللي توسوسك من اشهر الناس ويفت في صف اشهر الناس ضده وكملته عليه ودي طريقة من طرق اللي بيستعملها اشهر الناس مهمة جدا اشار الناس اصلا لو تواجه ان الكلام ده عليه هو لو جيت ما تقول لها ده وانا يقصدها كم تاك يقول لك لا طبعا اكيد ما يقصدنيش انا هو انا في ايه بيني وبينه ستة اشار الناس شايف نفسه ان خيروا على الكل وجمالهم غراء الكل وان الدنيا دي من غيره ما كانتش هتبقى دنيا ده احنا قد ترخير الدنيا ان هو عايش معانا فيها كده يعني ده شرف لينا ماشي سبعة اشار الناس شايف نفسه ان اسكى من كل اللي حواليه وان كل اللي حواليه دول اغبياء وللأسف اللي هو مش واخد باله منه ان قمة الغباء انك تتعامل مع البني ادم اللي قدامك انك اسكى منه ما بقاش في حد عبيت يا بيه الناس بقت نصحة تمانية اشار الناس بارع جدا في استخدام نقاط ضعف المكرمين منه لصالحه لانه ممثل مش اي ممثل يعني ياخدك في صفه يعني هياخدك في صفه هيجيبك يعني هيجيبك يعني ممكن تبقى في لاحظة كده وبطول مقدمات تلاقيه مند وقعد يتكلم معين تلاقيه بيعايت والدمع يعيني بتفر من عينه يا قلبي وممكن تلاقيه بعد ما كان عمال يرغي ويتكلم ويضحك ويهزر تلاقيه فجأة بقى ساكت فانت طبعا بتستغرب هو ليه كده فتسأله وتقول له ايه مالك قابل عندك بقى استوانة الوسوسة تشتغل لان انت بقيت مهيئ نفسيا للوسوسة اشار الناس بيزيف لك الحقيقة وانت بتتخيل ان انت شايف الامور صح وقدر تحسبها لكن الحقيقة انت ما تقدرش تحسبها صح ولا حاجة وممكن تبقى مش شايف اصلا ولا عارف الحقيقة اصلا والدليل على كده فيه كلام بيتردد من فترة قريبة عمل تشويش ولقبطت مفاهيم كده عند كتير مننا رغم عدم التأكد من صحته فاكر القصة ريا وسكينة وقد ايه كنا عارفين عنهم انهم اجتلين قتلة وشهرتهم لفت العالم كله لدرجة ان كانوا ومازال بيتضرب بيهم المثل في الاجرام والكلام اللي فجئنا به ان فيه ناس طلعت بيه كلام جديد وبتقول ايه يا سيدي قال انهم كانوا شغالين في المقاومة الشعبية ضد الانجليز يعني كانوا وطنيين وبيساعدوا البلد للتحرق من الاحتلال الانجليزي والله اعلم ان ده كلام صدق ولا لا مش دي قضيتنا لكن اللي مفيش شك فيه ان ايا كانت الحقيقة فين انك لما سمعت الكلام ده اتشوشت وتهد وتلغبط وبيتش عارف هو كلام مين اللي صح يعني دول وطنيين واللي قتلين قتلة ساعتها تقول ايه الله واعلم لان محدش عارف الحقيقة اللي مين ربنا احكم الحاكمين واعدل العادلين وهو سبحانه وتعالى الوحيد الذي يملك الحساب والعقاب ولا ايه بدليل مهنة القاضي علشان مثلا يحكم فاضية ممكن تفضل سنين في المحاكم وميت جلس ويسمع ده ويسمع ده ويشهود ويشوف القانون بيقول ايه هيسا محاكم ونيابة ومحمين وشهود وهم ما يتلم علشان يوم القاضي يصدر حكمه يصدر وهو مطمئن وممكن تلاقي في اخر لحظة قبل اعلان الحكم تظهر معلومة جديدة تقلب الموازين واللي مناء عليها القاضي نفسه بيغير حكمه علشان يرضي ضميره قدام ربنا فما تتخدعش وما تصرعش في الحكم يا صاحبي عشرة بيحب يصدر لللي حوالي انه ايه شمع تحترك من اجل الاخرين وانه يا عيني ما بيعرفش ينام بالليل من كتر ما هو شيء الهم اللي حوالي شفت القلب الطيب طب ما تشيله وانت ساجد وانت لازم تعمل نشرة وتقول اللي حواليك كلهم انا بعرفش انام بالليل من كتر الهم اللي انا اشاغله جويا وانا اشاغل بالي باللي حوالي ماشي يا سيدي الله يكون في عونك حضى اشر اشر الناس لما يغلط لا يعترف بخطأه وقادر على ابتكار وايجاد المبررات لنفسه طول الوقت ممكن يقنعك بالشيء وحكسه اتناشر اشر الناس يحط لك السم في العسل وينصحك شوية نصايح يا مؤمن توديك في دهية عمل نفسه بينصحك وهو في الحقيقة بيديلك كمية طاقة سلبية رهيبة واللي يأكد الكلام ده بعد عادتك ما تخلص معاك كده وتؤمن معاك هتلاقي نفسك ايه محبط ومكتائب وارفان وكره حياتك ونفسك والعيشة واللي عيشنها بنا يكفينا شره تلتة عشر من ضمن اللي بيعمله اشر الناس ان لو الهدف بتاعه موجود في نفس المكان والهدف ده قرر انه ما يتعاملش معاك لانه عارف اسلوبه القذر فيعمل ايه بقى اشر الناس يسكت يحكي سخيف شوية ابتسامات من غير سبب شوية غمزة ولمزة اللي حاولي وشوية كلمة تحرق الدم فخلي بالك ونصيحة ما تبقاش جندي من جنوده اربعة عشر اشر الناس بقى بيحب يتكلم عن نفسه قوي وانجازاته من وجهة نظره وعن مدى مواهبه اللي ربنا حطها فيه يا سلام وقد ايه هو عائل وحكيم ويؤخذ بكلامه ويا ما ناس كتير كبار بيلجأوله بسبب ايه خبراته ومواهبه الخارقة اللي ربنا كرموا بيها ولازم يصدر لنا ده طول الوقت خمست عشر اشر الناس ما يحبش يخسر اللي حواليه حتى اعداءه وبيبقى كل همه وان يكون مماين في علاقته مع الكل مش علشان طبطه واخلقه العليا لا 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 خالص ده لانه عارف كويس قوي ان لو حد يتقلب عليه ممكن يتصرف معه ازاي لان ببساطة هو مش عايز حد يعمل فيه اللي هو بيعمله في الناس واللي بنعمله في الناس هيطلع علينا اولى انه مش عايزك تكون الصغرة اللي من خلالها يدخل حد تاني يضايق بيها وضحت وضحت ايه كمان اشر الناس اول معلقة تبوز معك او يخاصمك لاي سبب من الاسباب او لما بيحس انك ما بقتش من جنود المخلصين واللي ضامن ولاقهم يحصلوا يبقى التعبان اللي جواه يظهر ويروح بسرعة يلف ويدور وينشي او يتعرف او يصالح لو كان مخاصم حد تاني بسرعة علشان ايه يكمل عدد جنوده والاولوية المين للناس اللي علاقتك انت بيهم حلوة وكويسة وهو عارفهم وحتى لو ما كانش عارفهم ما هي المشكلة يعني اصحابك انت مش اصحابه هو يصحبهم يااخي ويتعرف عليهم ويقرب منهم كمان ويوطد علاقته بيهم ويبدأ يتلفى حواليهم زي التعبان ويوسسلوهم عنك ويقزيك ويعود يغزك بيهم كمان سبعة عشر طب يفرد كده انت والشخص اللي معادي اشر الناس ده هتتصلحه هو كده اشر الناس اللي علاقة بالموضوع خالص ده انت وطارف تالت اشر الناس مش طيقه هتتصلحه كان فيه مشاكل ما بينك وارد صالحه فيها حاجة دي هو مش طارف مايسكوتش لما يحس ان الموضوع ما بينكم كده شكله هيخلص على صلحه وتبقى حبايب يعمل ايه بقى هيعمل ايه هيجي قول لي يعني ده وحش لا هو عبيت ولا مش غشي مصبر بس هقولك هيعمل ايه يجري عليك بسرعة ويقولك ايه بقى ما تلم الدور بقى ده شكله عايز يصلحه بص انا كده كده مش فارع معايا يعني بس مادام عايز يصلح معاك ما تنشفش دماغك بقى اهوه صحيح عمل وعمل 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 بس خلاص بقى تعال على نفسك وخليك انت العائل ومشي الموضوع بقى المرة دي وصلحه بقى زي بعضه طبعا الطريقة اللي هو بيعملها دي بتتدرس فعل من نفسه اسلوب رخيص جدا بيديلك كمية طاقة سلبية رهيبة ويخليك ايه تعمل عكس كلامه بالزبط يا نهر ابيض فعلا صدق من سماك وسويس 18 طب افرد انت في مرة بقى حبيت كده ايه وقررت تقلب على حد من اشار الناس ودي الحاجة اللي هو بيخاف منها جدا وحبيت تمارس يعني نفسه اسلوبه وتغيزه بنفسه طريقته في وجود البني ادم الطرف التالت الطيب ده اللي اصلا اشار الناس قلب عليه وحطه في دماغه اللي عادة بيحصل ايه في الموضوع ده لو انتو التلاتة موجودين كده الشخص الطيب ده ما بيرضاش يمشي في نفس الموج اللي انتو ماشيين فيها دي خالص وبيقى فهم كويس قوي بس ساكت علشان ما بيحبش يلعب بالطريقة دي خالص فاشهر الناس بيتخيل ان الطيب ده مش فاهم ويبدأ يداري بقى اموره ويعكس الكلام علشان يوضح يعني ويتوه الرجل الطيب اللي لعب ده وما يخدش باله ان كده هيتحفل عليها لكن في الحقيقة الطيب ده بيبقى فهم كويس قوي وبيتفرج على اشر الناس وهو قاعد زي الكاتكوت المبلول ومصعبان عليه حاله وبيشفق عليه شوف يا اخي بده طيب طيب يعني الفرصة تجيله لحد عنده انه يرد الاشر الناس عماله ويترفع عن التعاملات القذرة دي تسعة عشر اشر الناس يحب اوي ويرتاح ويتبسط لما خدامه يجيبولو الضحية بتاعته لحد عنده وهو يسوق العواج والتناكة كمان يا اخي سيبك من سيدك اشر الناس وبلاش تعين نفسك واصع لحد وتخلي حد يعمل حاجة غصب عنه وسيب كل واحد في حاله اللي قاعد قاعد واللي واقف واقف مدام انت مش شايف الصورة صحة ومش فاهم سيب اللي شايف الصورة صحة تصرف في نفسه وكل واحد حر متعينش نفسك واصع على حد عشرين النقطة دي مهمة جدا ويخلي بالك منها كويسة اوي احيانا بتكون علاقتك بالطرف التالت اللي هو اشر الناس مش طيقه كويسة جدا جدا ومفيش اي مشاكل ما بينكو خالص طب اشر الناس هيعمل ايه ما لازم يوقع ما بينكو يدخلك ازاي بقى مدخل ده مهم من المداخل بتاعته يشوف حاجة يكون الطرف التالت ده مش بيحب يتكلم فيها اوي فيروح جايلك انت يقولك بقولك ايه انا لو قلت له ومش هيسمع كلامي هو ما فيش كلام بينه وبينه اوي كده يعني ما تنصحه وتقوله ده علشان ما اصلحت والله ما تنصحه وتقوله كذا وكذا كأن الكلام جاي منك انت ويخليك تكلمه في موضوع هو اصلا ما بيحبش حد يتكلم معه فيه لكن انت توسوسلك فروحت انت تتكلم معه فيه فخليت الطرف ده اللي كانت علاقته بيه كويس بقى هو اللي عايز يبعد عنك لانه فعلا ما بيقبلش حد يتكلم معه في الموضوع ده وده بسبب ايه؟ وسوسة من اشار الناس لانك بحسن نية بتنفذ اللي هو طلبه منك وتجي تتفاجئ ان علاقتك وباسط لكن اشار الناس فاهم هو بيعمل ايه كويس؟ خلي بالك ده وسواس وسواس واحد وعشرين من اشار الناس في بعض العتولة منهم اللي خبرة بقى يعني ومتودكين في الشغلانة قاوية عندهم ايه؟ عندهم المقدرة انهم ممكن يرموا كلمة البني ادم يسمولوا بها بدنه ويحرقولوا بها دمه واقصد فعلا المعنى الحرفي لها يسمولوا بدنه ويحرقولوا دمه يخليه لما يومش يخليه يمرض ويموت يخليه يوقف طريق خير هو ممكن يكون ماشي فيه واخيرا اذا كنت مش فاهم اللي بيحصل اديك فهمت واذا كنت فاهم وبيعجبك الاسلوب ده لانك احيانا بتمارس نفس الاسلوب ده مع ناس تانية فبتساعد ده علشان غيرك يساعدك واذا كانت ليك اغراض تانية ومصالح شخصية فكويس ان انت عرفت عقوبة اللي بتعمله ايه؟ عند ربنا وارجع واسمع الحلقة اللي فاتت علشان تفهم وصدقني ملكش حجة بعد كده وخليك متأكد ان اللي بتعمله اللي بتعمله اللي بتعمله اللي بتعمله اللي بتعمله هيتردلك والله هيتردلك ومش لازم يتردلك من الشخص اللي انت ظلمته ده ممكن يتردلك من حد ظالم زيك او حد اكسر شرا منك ليه؟ علشان ربنا هو العدل وما عمي لا يعمل ولو بعد حين ولو انت واصق من نفسك وعارف ان محدش بيعرف يعني يعمل معاك الحركات دي ولا يزيك خليك برضو متأكد انه هيتردلك فحد غالي عندك وهدتواجع عليه وعلى فكرة تبتك واقفة على مسمحته مسمحة اللي انت ظلمته ده ورداء شفت عملت ايه في نفسك شفت بقى انك بيدماغك دي انك ظلمت نفسك اكتر من اللي انت ظلمته زي ما قلتلك والله والله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسين خليك في حالك خليك في حالك خف على نفسك خف على نفسك اللي بيتوسوس لك من اشر الناس وما تشتركش في جريمة وتأذي غيرك من غير وجه حق خف على نفسك من انك تدخل في دارة الظلم والظلمين خف على نفسك وما تبقاش من جنود اشر الناس لانه مش هينفعك يوم الحساب خف على نفسك وما تكبرش في الغلط علشان امثالك هم بقى اللي بيتقال عليهم ايه المنافقين خف على نفسك وما تشتريش الرخيص بالغالي خف على نفسك قبل ما تيجعلك لحظة تلاقي نفسك فيها خسرت حد ما كنتش تحب منك تخسر ده كان كلامنا النهاردة للي بيتوسوس لهم من اشر الناس ودي مش النهاية لان فيه طرف مهم جدا ما كلمناهش لسه وهو مين اللي بيتوسوس عليه واللي بيتقزي من اشر الناس وبيتقزي من جنود مخدمين اشر الناس طب وبعدين ما اعمل ايه يعني انا ما كنتش متخيل موضوع كده ومش عايز امشي ورا اشعر الناس دول اتصرف ازاي معاهم طيب اقولك مش احنا في الحلقة اللي فاتت وصفناهم في صورة الناس وربنا عرفنا بيهم وسمهم ايه الوسوس الخناس وعرفنا يعني ايه وسوس لكن ما قلناش يعني ايه خناس عرف الخناس يعني ايه يعني الجبان الضعيف اللي بيهرب بسرعة كده لو حس انك كشفته مجرد انك تقوله ايه اللي بتعمله ده ليه بتقول كده يتكتم ويخرص عارف ليه لانه خناس اتمنى تكون الصورة واضحت ونحاول نصلح من نفسنا جميعا ونرتكب فكرنا وبنفسنا وده اللي بالتالي هنعكس على مجتمعنا وبلدنا اللي نفسنا فعلا تبقى احسن بلد في الدنيا كله واسف ان انا طولته عليكم وعلى وعد ان شاء الله بلقاء جديد في حلقة جديدة من الخلاص اه صحيح ما تنساش تشترك في القناة لشان تتابع الحلقات اللي جاية ان شاء الله مع خالص تحياتي دكتور زكري سليمان ربنا ينفع بينا ويجعلنا عند حسن وظن الجميع ربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا ويبارك فيهم ربنا يحفظ مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احلى بلد دي بلدنا ودايما فيها جديد احلى بمغدد مغنى وناسنا بالتأكير عندنا خبرة راسة شطارة عندنا ناس في ايديها مهارة حلوشوشنا يخلو حياتنا من جديد مش هنعش غير وره واحدة يوبا نعش هبضحكا رايقا شوك الدنيا بشكل جديد لوعا تقول بحالي الدنيا هنعمل حب الدنيا وخدها بحظة حلك ورسك اللي بزحكا اللي بيرسم بيها حياتنا حررت ابدأ ارسم يوم كل طريقك يوم ونعيش علشان تتابع الحلقات اللي جاية ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس